طيب تفضل السابقاتي هنا دكتور بيأخذ الوردر من الابريشن ولا بيأخذ الوردر من السيلز واللي هو بيبقى حلقة توصل ما بين الاثنين مع بعض من السيلز للمرحلة اللي بعد من الابريشنز من مرحلة اللاب يعني يعني بتاع الابريشنز هيبقى مسؤولة عن انتاج المنتج طيب مين هيوفره الحاجات اللي هيستخدمها كرومتيرز الكلام من ده بتاع الماركتينج هيبيع المنتج النهائي طيب مين هيتواصل للمرحلة اللي بعده هو بتاع السابلايتشين يبقى هنا فيه تعاون مع الاثنين يبقى فيه تعاون مع الاثنين المرحلة السابقة هيبقى تعاون ما بين السابلايتشين مع الابريشنز منجر المرحلة التالية تعاون ما بين السابلايتشين مع الماركتينج وماركتين بيتعاون مع الابريشنز عشان يوفر له حسب احتياجات العمل يعني هي عملية شبكة كده في بعضهم اي استفسار تاني جمال شكرا شكرا دلوقتي هندي بس الانتردكشن النظري تاع الفوركاستنج على اساس بيبقى كله ان شاء الله حاضر معايا بعد الصلاة يكون كله خلص ونشوف الجزء العملي بإذن الله الفوركاستنج ده طبعا اللي احنا هنغطيها ان شاء الله في الشاطر ده هنتكلم على هنتكلم على اللي احنا نعملها عشان نعمل هنتكلم على المختلفة في عندنا في عندنا هنعمل ما بين الاتنين نحدد عيوب كل واحدة وما زيها وهنتكلم بالتفصيل على طبعا تكنيكس كتيرة جدا حاجة تحت حاجة تحت هنتكلم على هنتكلم على ازاي بتاعة عشان اطلع وازاي امونتور الفوركاست اللي انا هعمله فمنعمل حاجة اسمها عشان نشوف الفوركاست ده وهنتكلم على ازاي تختار افضل تكنيك يناسب الداتا لان ما فيش تكنيك ينفع ما فيش فوركاستنج تكنيك ينفع لكل الداتا يعني انت الداتا معينة عندك في الشركة خلاص ممكن اعمل فوركاستنج تكنيك هيبقى كويس سنة اتنين تلاتة وعا كده محتاجة تغيره واللي انت هتستخدمه ده شركة تانية مش هينفعها وهكذا هنتكلم على الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل في الشابتر بتاعنا بإذن الله كما ادخل كده ليه الفوركاستنج تعالي نشوف كده لو واحد عايز تشتير عربي انت معاك فلوسك في جيبك وعايزك تشتير عربي فانت بتتفكر ازاي اكيد المشتري ده منقول انت عايز عربيتك فاسرع وقت ما انكفلوسك في جيبك تروح تطلع فلوس تاخد العربي اكيبش بنقول انا ما عنديش استعداد انتظر تقول لي هتاخدد العربية بعد شهر او بعد شهرين او بعد ثلاثة فنقول لو كان الديلر اللي انت رحتوله ده وعايز تشيري منه العربية مش عنده العربية أكيد هتشوف مكان تاني عنده العربية عشان تغلق العربية وانت ماشي ترمى فلوسك معك إذن أنا في هذه الحالة الديلر ده يقوله ليه It is important for a dealer to anticipate the buyer wants and to have those models with the necessary option in stocks. يعني لازم الديلر يعمل forecasting صح بحيث العربيات اللي عليها الطلب طبعا موجودة عنده بنفس اللون بنفس يعني لو الناس دايما بتطلب العربية السوداء فلازم انت توفر العربية السوداء. ميبقاش الناس عايز العربية السوداء وانت عندك العربية الحمرة عشان كده لازم الديلر يعمل anticipation ليه? احتياجات العميل من options واللون المطلوب الحاجات اللي عليها طلب كتير تم مظفر عنده. اللي عليها طلب ولا لي بقاش موجود عنده. يبقى أنا في هذه الحالة أنا كبير أنا بضور دايما على الديلر اللي عنده الموصفات المطلوبة فبدول إيه؟ زي ديلر يعني لو الديلر بيعمل forecasting صح بحيث انه دايما عنده العربية بالoptions بالالوان المختلفة هو ده اللي دايما هيفوز بالصفقة. الديلر اللي بيعمل مجرد guessing هتلاقي دايما عنده مشاكل هتلاقي عنده استق من العربيات الغير مطلوبة والعربيات المطلوبة مش موجودة عنده. إذا أنا هنا دايما إيه؟ الفرق بين guessing والforecasting ان يعني انت لما هتخمن تخمينك في معظم اللي أحيانا هيبخطأ. هيبع عندك استق من الكارز اللي دايما الكاستمر دازنت وانت. العربيات اللي الناس مش عايزاها دايما عندك منها استق والعربيات اللي الناس عايزاها مش موجودة عندك. يبقى هو ده موضوع ان انا بعمل بالمبيعاتي في الفترات السابقة وبناء عليها بقدر المبيعات بتاعت الفترات القادمة. طبعا الفوركاستنج اللي انت هتعمله ما بتاخدش الأرقام اللي هتطلع الموضوع زباها هي دي. لا. بنعمل لها شوية موديفيكيشنز حسب رؤيتي انا وحسب الحاجات اللي هي الكوالوتيتف اللي كان نوت بي تيكينج انتو كونسدريشن وانت بتعمل فوركاستنج بالماسماتيكس. ببدأ دخالها في الاعتبار عشان نوصل الى رقم معاول. فايه بقى موضوع الفوركاستنج. دلوقتي احنا دايما البيئة اللي بيتخذ فيها القرارات دايما من السماء الى ثلاثة امام. فيه حاجة اسمها الامن سرتينتي وحاجة اسمها ريسك وحاجة اسمها سرتينتي. السرتينتي اللي هو اليقين ان انت بتبقى كل المعلومات الخاصة بالمشكلة اللي انت بتاخد فيها قرارات كلها معروفة وكلها اكزاكت وما بتتغييرش. وده ما بيحصلش في الواقع. ما بيحصلش في الواقع اللي هو السرتينتي دي. الانسرتينتي مش كل المعلومات واضحة بالنسبة لك. وانت مش عارف كل المعلومات. والمعلومات اللي انت عارفة حتى مش مؤكدة. يعني دي مجرد كده تخمينات مش اكتر. تمام? فهدي اسمها. الريسك هي شبه الانسر تنتي. بس بيزيد عليها انك انت بتبقى عندك شوية شوية فالفوركاستنج دايما بي ايه? بيقلل الانسر تنتي شوية. انك انت تبقى شغال على فوركاستنج احسن مفيش. على الرغم ان الفوركاستنج هتلاقي اول كده كونسيبت هقولك الفوركاستنج is rarely perfect. يعني الفوركاستنج نادرة لما يبقى perfect. خلاص? لكن على الرغم من كده بنعمله. ليه? لانه بيقلل الانسر تنتي. كل ما تقلل الانسر تنتي كل ما يكون قراراتك اللي انت هتاخذها تبقى قرارات سريع. فعشان كده بنقول ان الفوركاستنج enable المانجر to develop more successful plans. يعني دايما الفوركاستنج بيساعد المانجر عشان يعمل more successful or meaningful plans. اذا ايه هو بقى الفوركاستنج اللي احنا هنتكلم عنه بعد شوق. احنا نشوف definition كده ليه الفوركاستنج. what is forecast? الفوركاستنج is a statement about the future value of a variable of interest such as demand. الفوركاستنج هو طبعا كلمة فوركاستنج بالعارب نقول عليها التنبؤ. تمام? فالفوركاستنج او كلمة prediction نفس اللي معنا. بس الكلمة الاكثر استخداما هي الفوركاستنج. فالفوركاستنج هو هي القيمة المستقبلي. such as demand. فانا التكنيكس اللي انا اقول لها لك دي هتنفع لكل في الديني. مش شرط بس. تمام? لكن كل تركيز طبعا عشان فانا هتكلم على لكن اي حي يتم. فالفوركاستنج هنا. لو انا عايزة فوركاست الدماند يبقى الفوركاستنج هو الدماند. عايزة فوركاست درجات الحرارة يبقى درجات الحرارة. عايزة فوركاست عايزة فوركاست اسعار الو ماتيريز. يبقى بحدد الفوركاستنج is used to make informed decision. كلمة يعني معناها قرارات مبنية على معلومات. القرارات المبنية على المعلومات بنسميها دايما informed decision. تمام? فانا هنا لو انت قدرت تتعمل على الفوركاستنج بقى انا هادر اعمل informed decision. الفوركاستنج بيشتغل في long range يعني ممكن اعمل فوركاستنج لعشرين سنة جايين. خلاص? وده بيكاور طبعا several years. ده long range. او ممكن انا اعمله على مستوى الدولة او على مستوى المحافظة او المدينة او منظمة او على مستوى القسم. يعني ممكن استخدم الفوركاستنج في كل المجالات. ممكن نعرف فوركاستنج short range. short range يعني اسابيع او ايام او ساعات او دقائق. تمام? ادي short range. تمام? انا من خلال الفوركاستنج زي ما قلنا نقدر نعمل informed decision. وبالتالي اقدر استعمل الفوركاستنج في كل الجابس في كل مجالات الحياة. يعني بتاع الابريشنز بيع عن فوركاستنج. بتاع الماركتين بيع عن فوركاستنج. بتاع فانانس بيععمل فوركاستنج. لكن الفوركاس اوف ديماند اللي اللي بيععملوا الماركتينج. لكن الفوركاستنج الخاصة بالرو ماتيريالز اللي بيععملها الابريشنز. السupply chain. هادي ليه الفكرة. يبانا بستعادل الفوركاستنج في كل الاجتفاتيز الموجودة في الالورانيزيشن. الاكاونتنج بيع عن فوركاستنج. الفينانس. الهيومار السورسز. الماركتين. الامايس. الابريشنز. كل الناس بتاعمل فوركاستنج. لكن الدماند الفوركاستنج اللي انا بتكلم عليه. بيبع الماركتين. تفضل. بالنسبة لالالورانيزيشن. نقدر نقول ان الابتولز واحدة في كل المجالات. ايه كان المجال كان ايه? اه اه طبعا. اكيد طبعا. الخبرة بتلفل في المجال نفسه وبالساعة شوية بتاع مصدوك فلتقافة لوحد المجال جديد عليه او بتاع ايه بقراردو بالتولز وخبائتك ما هي بقراردو. اه طبعا. اه. هي تولز سابتك خلاص? انت بقدر توظفها في ايه? اي مجال? وهواريلك ازاي بتختار افضل تكنيك. بصرف النظر عن المجال اللي انت بتتكلم فيه. اي مجال. يعني انت بقدر اتعامل مع ارقام. بصرف النظر بقى السورس بتاع الارقام دي جاي من ايه? مش مش قدر. الاستخدامات بتاعت الفوركاستنج بالنسبة ليه المانجر. بالنسبة للونج تير بنقول ان دايما الفوركاست بيهلب المانجر تو بلان السيستم. بلان السيستم يعني عشان نعمل بقى استراتيجي كبست بلاننج عشان نحدد نوع البرودكس اللي انا هنتجها. اه الاقويمنت هنحتاجها امتى القصصة دايما يبدأ بلان السيستم. وبرضو الفوركاستنج بيه استراتيجي تو هلب المانجر بلان اليوز في السيستم. يبقى هنا اليوز في السيستم اللي هو شغل الابريشنز بقى. وده في الشورت تيم زي الانفنتوري. الانفنتوري هتلاقي شحلك الانفنتوري. مثلا المعاطلة اللي بنحسب منها. الدي هنا ده الفوركاست الديماند. اذا اللازم عندي عشان كده بندرس الديماند في الاول. عشان ده داخل في كل المجالات اللي هندرسها بعد كده. فهين عبقى ايه? الفوركاست بيساعد المانجر تو يوز السيستم. نعم بقى فوركاستنج للانفنتوري. نعم الفوركاستنج ليه بتاع الماتيريالز. حاجات بقى كتيرة بيستخدم في المجال ده. هنتكلم فيها ان شاء الله كل حاجة في حينها. ادي استخدامات الفوركاست للإدارات المختلفة. يعني كالاكاونتنج ممكن يعني فوركاستنج للكوست او البرحت. الفينانس للكاشفلو. عدد الناس اللي عملها هايرينج. عدد الناس اللي عملها ريكروتينج. الترينينج and so on. الماركتنج. البريسينج. الدماند. البروموشن. الاستراتيجيز. اللي اما ياسي احتياجاته من الاي تي ومن السوفت ويرز وكلام ده. كله الابريشنز. اه الام ار بي. يعني فوركاستنج ليه الماتيريالز. تمام? اه دي مادة كاملة في التخصص اللي قولك عليه اسمها ام ار بي. ماتيريالز بلانينج. البرودكتس والسيرف دزاين. يعني دول بقى عشان يفوركاست نيو برودكت نيو سيربس اللي ممكن يقدمها القصص دي كلها. اذا الفوركاستنج. يعني ملخص الكلام ده. انه بيستخدم في كل المجالات في كل الادارات. الفيتشور ساعة الفوركاستنج. كل الفوركاستنج تكنيكس لهم the same feature. ايه هي الفيتشور ازباع? اول فيتشور بنقول ان كل الفوركاستنج تكنيكس اسيوم الكوزل سيستم. يعني فيه cause and effect relationship ما بين حكتين. مساء احنا هندرس نوعين من المودلز. حيسمها time series forecast مودلز. ودي بتفترض ان فيه relationship ما بين الفيوتر والباست. يعني الفيوتر is a function of the past. انا لو عندي الديماند بتاع الفترات السابقة قادر عمل لها فوركاستنج للديماند بتاع الفترات الخادمة. بس مش محتاجة اكثر من كده. انا لو عندي درجات الحرارة بتاع الفترات السابقة اقدر اعمل لك فوركاستنج درجات الحرارة للفترات الخادمة. في مودلز تانية هندرسها اسمها associative مودلز. ده بقول لك بقى انا لو عايز افوركاست الديماند. يبقى انا لازم مشوف ايه بتأثر في الديماند. البرايس مثلا. الانكم بتاع المستهلك. يبقى انا هنا لو عايز افوركاست الديماند كفانكشن في البرايس او فانكشن في الانكم زي ما انتم درسته في الايكوناميكس كده. فهنا برضو بتنفترض ان فيه كوزال سيستم. فيه كوزا ان افكت الريلاشنشيب ما بين البرايس وما بين الديماند. ما بين الديماند والانكم. انا سواء. يبقى انا كل التكنيك بتفترض الكلام. الحاجة التانية. الفوركاست يعني ايه بيرفكت? اولا بيرفكت فوركاست نوصل بها ان يعني عامل لك فوركاستنج ان مباعاتك الشهر جات ومية تلاقيه فعلا بقت مية. اللي بعده تلتمية تطلع تلتمية. اللي بعده خمسمية تطلع خمسمية. ده الكلام ده نادرا لما بيحدث. ادي كلمة لازم يبقى فيه يعني لازم يبقى فيه فارق بين والفوركاست. لازم. بسيطة طبعا الرندم نسل موجودة في الداتا زي ما هندرس بعد كده. عشان كيف يقول لك الفوركاست انا مش عايز يبقى بيرفكت. لكن انا عايز يبقى اكريت. اكريت يبقى فيه ايرو لكن ايرو مش كتير. لكن كيربت بيرفكت فوركاست يعني نوصل بها زيرو ايرو فيه. اللي اكشولي يساوي الفوركاست. يبدأ ده نادر لما بيحصل الكلام. اليرو المزبتك هنا ده. ملوش نسبة. احنا هنحسب حوريك تحسب اليرو ازاي. وانا في هدفي بالاخر ان انا امينيمايز اليرو. انا امينيمايز اليرو. حوريك ازاي تختار التكنيك اللي بمينيمايز اليرو. حاجة الثالثة بنقول ان الفوركاست بيبقى مور اكريت للجروب سو بايتم. فيرسوز اللي ان بيجوها الايتم. يعني هي الكلام. يعني مثلا لو شركة بتنتج تلفزيونات. نفطرل بننتج خمس انواع من التلفزيونات. في التلفزيونات اتنين وتلاتين بوصة. وفي اربعين. وفي خمسين. وفي خمسة وستين. وخمسة وسببين. هذه خمسة انواع. طيب احنا ما نجي نعمل فوركاستنج. هل هنعمل فوركاستنج لكل نوع على حدة? ولا فوركاست الاجمالي على بعضه? بنحتاج الاتنين. بنحتاج فوركاست الاجمالي على بعضه. وده بنستخدمه في حاجة اسمها الاجريجيت بلانينج. بنحتاج فوركاست لكل ايتم على حدة. التلفزيونات ستين بوصة الواحده. الخمسة وستين بوصة الواحده. وده بنحتاجه لحاجة اسمها المستر بروداكشن سكيدلين. اذا اللي اتنين بحتاجه. بحتاج الفوركاست على الجروب او ايتمز والفوركاست لكل ايتم على حدة. مين اللي هيبقى مور اكريت للجروب او ايتمز على بعضه? هيبقى مور اكريت للفوركاست تاع كل ايتم على حدة. ليه? لانك انت لو انت كنت عامل لواحد منه. والتاني ده هي الغداء. وبالتالي هاتي بقى دايما بتاع بتاع بأمور اكريت للفوركاست بتاع كل ايتم على حد. دايما الفوركاست للجروب اف ايتم هي بقى مور اكريت عن. الحاجة الرابعة والاخيرة ان دايما الفوركاست تأكير سيبيت ال كل ما ال time horizon بيزيد. يعني ايه الكلام ده? يعني لما هعملك فوركاستنج للشهر الجاي الشهرين اللي جايين التلات شهر الجايين هيبقى مور اكريت على ان بعملك فوركاستنج للعشرين سنة اللي جايين. فكل ما بيزيد ال time horizon كل ما بيقالي ال accuracy بتاع الايه? بتاع الفوركاست. كل الفوركاست تيكنيكس لها نفس الاربع عصيمات دول. كل الفوركاست تيكنيكس بتتصف بالاربع حاجات دول عشان كيدي اسمها الفيتشر اوف ايه? اوف عشان اقول الفوركاستنج ده جود ولا مش جود? اول حاجة ان الفوركاست لازم يعني في الوقت المناسب بمعنية انا دلوقتي عايز اعمل البلان بتاعة سنة عشين ثلاتة وعشين. فلازم يبقى قبل ما اجل السنة يكون عندي الفوركاست موجود. الفوركاست لازم يبقى الريلاييابل. الفوركاست لازم يبقى اكريت. الفوركاست لازم يبقى يعني ايه فيه تكنيك سهلة جدا. لما نشوف كده. وفيه فوركاست تكنيك صعبة جدا. عايزة حد محترف. عايزة سوفتوير. عايزة مكتب ما يعملها لك. فلا تكلفة. خلاص? فلازم تبقى ايه? الفوركاست تبقى كوست افكتف. الفوركاست لازم بقى مينيجفول. يعني ايه مينيجفول? يعني لما تيجي تعمل فوركاستن بتاع تعملها في شكل يونيتس. لما تيجي تعمل فوركاستن تعملها في شكل فلوس. وهكذا قادي معنا كلمة الفوركاست لازم يبقى ريتن. يعني لو طلب منك تعمل فوركاستنج ما تروحش تقوله هتعمله ريتن وهتقدم به تقارير مكتوب. الفوركاست لازم يبقى ايزي تيوز. في فوركاست سهلة جدا زي ما هريلك وفيه صعبة جدا. بس. وكلهم بيؤدوا نفس بايه? نفس الغرض. فعشان كده يبقىنا في هذه الحالة لازم اختار الفوركاستنج اللي يتصف به الصفات دي. يبقى دي فكرة تاعت الخطوات. طب احنا عشان نعمل فوركاستنج ايه الخطوات? عندنا ست خطوات. الخطوة الاولى. انا عايز الفوركاستنج اعمل بي ايه? هل هعمل بيه الاقراجات بلان? ولا هعمل بيه الاستراتيجيك كباسي بلانينج? ولا هعمل بيه امفنتوري? ولا ايه بالضبط? يبقى لازم بحدد التايم هورايزون. انا عايز اعمل فوركاستنج لثلاث شهور? ولا ست شهور? ولا سنة? ولا عشرين سنة? تالت حاجة سلكت الفوركاستنج تكنيك. بحدد ايه الفوركاستنج? هي رقم تلاتة واربعة ممكن دي قبل دي وممكن دي قبل دي. تلاتة واربعة. فانا بحدد الفوركاستنج تكنيك اللي انا هستخدمه. هنشوف في انواع كتير دلوقتي. خوريك السورسز. الى الداتة اللي بتتجمع بيه كوتشانير وانترويو وكلام من ده. يمس السورسز. الداتة اللي هي موجودة. زي مسلا اصعار الاسم في البورصة موجود. زي مسلا الديماند بتاع الفوركاست الديماند في الفترات الصادقة موجود. كلين انالايز الداتة. كلين الداتة لو فيها اوتلايرز فيها اكستريمز. الكلام اللي خدناه في بشيلها. وابدأ انالايز الداتة ارسم بتاعتي ارسم الداتة. واشوف الداتة شكلها عامل ازاي. هنشوف الكلام ده واحنا نشغلل ان شاء الله. خلاص كل ده. كده بابدأ انا عرفت ايه التكنيك اللي هستخدمه. الداتة موجودة. ورسمتها وشيلت ابدأ اعمل الفوركاست بالتكنيك اللي اخترته. بعد ما تعمل الفوركاستنج. مش مجرد عن الفوركاست وخلاص. انا كنت عام الفوركاست الشهار الجاي لما بيعت مين. طلع الاكشوال مية عشرين. ماشي اوكي. طلع الاكشوال التسعين. ماشي تمام. طلع الاكشوال الفين. يبقى انا هنا في حي غلط. يبقى يبقى عشان كده لازم تمونوتور الفوركاست. لازم رائع بالفوركاست بتاعي. هنا بقى طبعا ازاي بمونوتور الفوركاست هنشوف لها طرق. كل حاجة من دي لها طرق. هنتعلمها بالتفصيل ان شاء الله في الشابتة ده. طيب انا هارف لغاية كده. بحيس ان ايه بعد الصالة ان شاء الله. هيبقى معدنا على واحدة ونص بازن الله يبقى عندكم ساعتين اهو. الناس ياريت اللي هم كانوا بيصلوا يرجعوا يشوفوا الفيديو. الفيديو هيبقى موجود. وآآ جاهز يعني. آآ هسمي لكم الفيديوهات. كل محاضرة باسمها بالتقيم عشان ماتتوش في الفيديوهات يبدين ايه واضحة ومحددة. فهنتقابل على واحدة ونص بالضبط ان شاء الله. نرجع نكمل المحاضرة. وطبعا هنكمل لغاية الساعة ست. خيب عندنا بريك تاني. على صراحة العصر كده. وبعدين نرجع نكمل لغاية الساعة ست. عشان نعوض الساعتين بتوع بريك دو. يا را شوفكم على خير ان شاء الله. الساعة واحدة ونص تمام. اه هوقف التسجيل. اه هوقف التسجيل اه. شكرا. 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 اشتركوا في القناة